أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم العالم الغربي بيحتفل في أسبوع الألام في الخميس بيسمى خميس الأسرار أو خميس العهد الرب يسوع اجتمع مع التلاميذ في العلية ولكن عاوز أقول كلمة بسيطة في موضوع غسل الأرجل في إنجيل يحنى إصحاح 13 مكتوب في آية 3 يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ من شفا واتزر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزراً بها تمت العظمة تمت التواضع في إنجيل آخر يعني في بشارة أخرى بيتكلم كان في صراع بين التلاميذ عن من هو الأعظم والعظمة الحقيقية من أراد أن يكون عظيماً يكون خادماً مكتوب عن يسوع المسيح لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كاثرين هذا أحبائي موضوع كتير كتير مهم ولاحظ يعني في نفس الليلة اللي رح يسلم فيها في بستان جد سماني واليوم التالي يعني في الجمعة العظيمة رايح يموت على الصليب تخيل فكر المسيح وين منحصر شجاعة المسيح محبة المسيح تواضع المسيح وأراد أن يعلم درس للتلاميذ طبعاً في القديم الناس كانت بتسافروا عادة تلبس الصندل وبتتغبر فكان هذه مهمة العبيد يعني اللي هي تعتبر أدنى منزل في القوم اللي كانوا يقوموا في هذا الموضوع مش الناس الأكابر اللي بيقوموا في هذا الموضوع ولكن الرب يسوع علم درس عن التواضع حتى لما أنهى غسل الأرجل بقول فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني أعطيتكم مثالاً كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطباكم إن عملتوه والكنيسة المسيحية طبعاً الكنيسة الأولى كانت تمارس هذه العادات يعني كل يوم الشخص يشهد ويقول أنا مسيحي القبلة المقدسة العشاء الرباني وغسل الأرجل وكم اتأثرت من البابا البابا فرانسيس في كتير من الصفرات كان بيغسل أرجل الناس أو سواء رؤساء حتى من غير أديان وطبعاً فقط المريض عقلياً اللي بيفكر إنه هذا يعني هذا يعني مش تواضع أو هذا يعني كأنه بنزل من منزلة أو بيحتقر الشخص الآخر باستهزاء بالحقيقة إنه هذا قمة العظمة التواضع هي القوة الحقيقية والتواضع هي اللي بتكسر الشر واللي بتنشر المسامحة والغفران والسلام أيضاً الرب يسوع أعطى مثال للتلميذ وإحنا بنتذكر هذا الحدث يعني في وصية المسيح إنه علمهم يغسل أرجل أحدهم الآخر الفكرة من وراء الموضوع هو التواضع إنه الإنسان يعيش متواضع واحدة من أقوى الأسلحة الروحية اللي بتهاجم أو بتدمر مملكة الشيطان هو التواضع الإنسان المتكبر والمتعجرف هو لقمة سائغة لعمل إبليس وهذه قمة العظمة لتواضع يسوع المسيح أن يغسل أرجل التلميذ وبينهم يعني بيتخاصموا من من الأعظم بناتهم حقا إنه مثال يسوع المسيح مثال رائع مثال عظيم جدا وبشكر رب إنه في كتير ناس يعني مثل البابا فرانسيس اللي بيقوم في هذا الشيء عم بيعلم الناس إنه عم بيتبع مثل الرب يسوع المسيح وهذا ليس استسلام أو خنوع أو يعني تراجع بل بالعكس هو الشجاعة الشخص المتواضع هو الشخص القوي والشجاع المليان بالمحبة والمحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج فهذه المناسبة أحبائي أنا بصلي إنه الرب يعطينا نعمة التواضع الكتاب بقول عن يسوع المسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت الصليب يعني أخذ صورة عبد لأحقر منزلي حتى أنت وأنا الرب يرفعنا لكن بعلمنا التواضع إنه قمة العظمة الحقيقية هي بتتم من خلال التواضع وكل شخص يريد أن يتصلق سلم المجد عليه أن يبتدئ بالخطوة الأولى ألا وهي التواضع فبصلي الربنا يذكرنا في هذا العيد يعطينا نعمة التواضع ونكون أداة سلام ومحبة أمام المتعجرفين والمتكبرين والمتصلتين وكل ناس المرضى نفسياً اللي بيعتقدوا أن هذا خذول وتراجع لا هو بالعكس قوة قوة جبارة داخلية إنسان عنده طمأنينة مش بيفكر في الحياة تفكيره روحي تفكيره أبدي كل عام وإنتم بألف خير والرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر